فحق التحلم تلا تبنى فلحسن الضراطة وأدرحك سنواصل في ضرق الأمل نعم الغري فالصعاب أمامك تنحني وصرح نجاحك ينبني لا يهم فقيرا أو غني بل كن صنيع المال هل لغد رسائل نكتبه إن الأمل نحن له فوق الغيوم سنشرق شمسا لكل ذات بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا بالمحاضرة السابقة البكترال ريجن عرفنا المسلز اللي بالبكترال ريجن أربع عضلات عددهم أخذنا كل عضلة الأوريجن والإنسيرشن والنيرف سابلاي والأكشن وأخذنا أيضا الفيشي أوبكترال ريجن وأخذنا إماجينري لاين اليوم محاضرتنا راح تتكلم عن المسلز أوبكترال ريجن المسلز أوبكترال ريجن هي العضلات اللي الأوريجن مالتها أو الإنسيرشن مالتها على الإسكابيولة المسلز أوبكترال ريجن هي العضلات اللي الأوريجن أو الإنسيرشن مالها على الإسكابيولة فلذلك نسميها المسلز أوبكترال ريجن صيرا بوستيرير لي بالخلف عددهم 11 عضلة طبعا عددهم 11 عضلة اذا ما راح ندرسهم كلهم في محاضرة اليوم لأن راح نصير المحاضرة طويلة راح ندرس سبع عضلات ان شاء الله في محاضرة اليوم ونكمل الباقي في محاضرة قادمة ان شاء الله بالبداية حتى نشوف العضلات بهذا السلايد نريد نعرف العضلات أساميهم وموقعهم وين فبالبداية نشوف السوبرفيشيال لير الطبقة السوبرفيشيال اللي صايرة سطحية صايرة تحت الجلد متكونة من عضلتين اللي هاي العضلة نسميها الترابيزياس الترابيزياس يعني شبه المنحرف شكلها مثل شبه المنحرف شكل عنده سيفا نسميها ترابيزياس هذه العضلة نسميها الترابيزياس هذه هي الليفت ترابيزياس اللي ترابيزياس اليسراء هذه العضلة نسميها الدلتويد عضلة الدلتويد هذه العضلة نسميها الدلتويد هذا أيضا سوبرفيشيال مصل فإذن العضلات السوبرفيشيال عددهم اثنين الترابيزياس والدلتويد إذا جئنا هنا قطعنا للترابيزيوس والدلتويد سنرى العضلات اللي صايرين ديب صايرين جواهم اللي هي الليفيتورس كابيولة الرومبويد ماينور والرومبويد مايجور هذه هي الليفيتورس كابيولة عضلة الليفيتورس كابيولة هذه عضلة الصغيرة هذه نسميها الرومبويد ماينور وهذه اللي أكبر من عدها نسميها الرومبويد مايجور فهذه هي خمس عضلات العضلة السادسة اللي هي التيريس مايجور هذه هي عضلة التريس ميجر هذه هي عضلة التريس ميجر هذول العضلات ان شاء الله رح نعرف الوريجين ما لهم رح نعرف الانسيرشن والنерв سابلاي والاكشن محاضرة اليوم والباقين رح نعرفهم بالمحاضرة القادمة ان شاء الله طبعا بس ملاحظة الترابيزيوس كل عضلة بالجسم عندي منعدها اثنين فالترابيزيوس هذه اللفت ترابيزيوس الرايت ترابيزيوس هنا نصائرة مقطوعة هنا الدلتويد هنا اللفت دلتويد هنا الرايت دلتويد مقطوعة فنحن نحكي على الابرلم الابرلم كل عضلة عندي منعدها اثنين الابرلم الاطراف العليا للانسان متناظرة شكوا موجود بالطرف الايمن موجود بالطرف الايسر فكملاحظة ان كل عضلة بالابرلم هي عندي منعدها اثنين فهنان ترابيزيوس هذه هي اللفت ترابيزيوس هنا الرايت ترابيزيوس مقطوعة حتى نشوف العضلات اللي صايرة تحتها هذه هي الملاحظة اللي ردت أن أموح عليها طبعا هذه الصورة رح تتكرر ويانا في هذه المحاضرة وأيضا المحاضرة القادمة إن شاء الله رح نعرف بيها الوريجن والإنسيرشن رح نعرف بيها الوريجن والإنسيرشن مال المسلز حسب المكان مالهم بالضبط على العظام فهذا هو الاسكليتون مال شخص الهيكل العظمي مال شخص دابة وعلى بوستيريار دابة وعلى من الخلف هذا هو الهيكل العظمي مال الأبرلم مالته هذه هي السكابيولة هذا هو الكلافيكل وهذه الهيومرس بالأحمر يمثل الأوريجن واللي بالأزرق يمثل الإنسيرشن فالأحمر أوريجن والأزرق إنسيرشن هذا رح نشرحه عندما ناخذ كل عضلة رح نرجع نشوف الأوريجن والإنسيرشن مالتهين بالتحديد على هذه العظام هذه الصورة نفسها ولكن أنتيريار ريفيو دابة وعلى الشخص من جهة الأمام قبل ما ناخذ أي أوريجن وإنسيرشن لأي عضلة لازم نعرف البرتبرال كولوم اللي هو العمود الفقري لأن أغلب العضلات اللي رح ناخذها بمحاضرة اليوم الاريجن مالتهي من العمود الفقري رح تاخذ أوريجن من العمود الفقري فلازم نحكي شوية يعني ملاحظات عامة على البرتبرال كولوم العمود الفقري بالبداية هذا هو شكل العمود الفقري طبعا ما يكون خط مستقيم يكون ب كيرفيتشرز بتقوسات هذا العمود الفقري مثل ما قلنا يكون ب كيرفيتشرز تقوسات طبعا ب33 فقرة ب33 فقرة ينقسمون إلى مناطق مثلا السيرفايكل ريجن اللي هي السيرفايكل عددهم سبعة السيرفايكل فيرتبري اللي هما الفقرات العنقية السيرفايكل فيرتبري اللي موضحين هنا عددهم سبع فقرات الثوراسيك فيرتبرا اللي هي فقرة فيرتبري جمع مالتها فالثوراسيك فيرتبري عددهم 12 فقرة اللي هما نسميهم الفقرات الصدرية اللامبر فيرتبري اللي هما الفقرات القطنية عددهم 5 والساكرم ولدهم 5 ويكونون مدموجين مع بعضهم البعض هنا يكون بينهم ديسك ويكون بينهم فراغ هنا للساكرم الفقرات العجزية يكونون مدموجين مع بعضهم فيكونون لعظم العجز اللي هو الساكرم هما نسميهم الساكرم ولدهم 5 وقال 2 وآخر شي الكوكسكس الكوكسكس في فيرتبرا عددهم اربعة ويكونون ايضا فيوزد ندمجين مع بعضهم نسميهم الفقرات العصعصية فنعيدهم على السريع عدد الفقرات في العمود الفقري 33 فقرة 7 سيرفايكل 15 ثوراسيك 5 لمبر 5 ساكرام و 4 كوكسيكس هذول الفقرات كل فقرة لها بروزات مثل ما نشوف هنا كل فقرة لها بروزات لتطلع من هاي الجهة بروز ومن هاي الجهة بروز هذول البروزات اللي يطلعون على الجوانب نسميهم Transverse Process Transverse Process يعني البروزات المستعرضة Transverse Process كل فقرة عد هثمين Process يطلع منها واحد ومنها واحد واكو بروز راجع للخلف راجع posteriorly اللي اذا لزمت العمود الفقري مالتك اتعد من خلال الفقرات يعني اذا تخلي ايدك على ظهرك على العمود الفقري راح تحسه هذا نسمي Spinal Process أو Spinal Process هذا ايضا كل فقرة عدها Spinal Process واحد بينما كل فقرة جغل عدها Transverse Process عدها ثمين اللي يكونون على الجوانب بينما اللي راجع للخلف posteriorly ونقدر نحسه نسمي Spinal Process عرفنا مقدمة عن العمود الفقري هنا هاي هذا العمود الفقري خليته بهذا السلايد لان اكو عضلات راح تاخذ origin من Vertebral Column فحبيت اوضحها قبل من اخذ العضلات اول عضلة راح نشرحها اليوم الترابيزيوس مصل هذه عضلة الترابيزيوس هذه الترابيزيوس اليمنى وهذه الترابيزيوس اليسرى فعندي عضلتين ترابيزيوس وحدة يمنى وحدة يسرى كل عضلة متفقية نعرف عليها origin insertion nerve supply والاكشن فالوريجين مع العضلة الترابيزيوس راح يكون very wide واسع جدا الوريجين مالتها وايضا حتى الانسيرشن مالتها راح يكون واسع فتقريبا من اصعب العضلات بالابرلم هي عضلة الترابيزيوس وعضلة الدلتويد فعريدك تركز وياها حتى نسهل الوريجين والانسيرشن مالتهم لان تقريبا متداخلين فرح نحكي بالبداية على العضلة الترابيزيوس مصر الوريجين مالتها اللي هو هذا دаем شعالية هذا هو الوريجين مالعضلة الترابيزيوس مصر اذا نريد نحكيه فاشنقول علي، نقول الback of skull هذي هي الجمجمة السكل السكل بلس اللي هي عظام الجمجمة هذنا هية الback of skull هذا الوريجين فالترابيزيوس مسل تاخذievesة من amb이 important James تاخذ måste الرباط او الرباط القفوي اللي هو نسمي النيوكل لجامنت اللي هذا الرباط يربط الفقرات العنقية السبعة مع بعضها البعض نسمي هذا الليقامنتم wollt او نسمي نيوكل لجامنت هذا هو ايضا راح تاخد من عنده origin عضلة الترابيزيس مسل اذا صار عندي لعضلة الترابيزيس مسل اول شي الباك اوف اسكول اللي هو المؤخرة مال الجمجمة وثاني شي اللي هو الليقامنتم نيوكاي او ніوكل اللي هو الرباط القفوي اللي هذا الرباط وظيفته يربط الفقرات العنقية السابعة مع بعضها البعض وأيضا راح تاخذ من كل الثوراسيك فيرتبرا من الـ spinous process of all thoracic vertebrae راح تاخذ من الفقرات العنقية تحديدا من الـ spinous process البروزي اللي راجع له وراه راح تاخذ من عنده origin هذا هو الـ origin مع العضلة الترابيزيس muscle وراح تروح تسوي insertion راح تروح تسوي insertion بالـ spine اشتركوا في القناة 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 اللي ما يعرف شنو الدلتويد يرجع للمحاضرة اللي شرحنا لها عظم الهيومرس راح يعرف شنو هو الدلتويد هذه هي عضلة الدلتويد يغذيها يا نيرف يغذيها بعد ما عرفنا النيرف اللي يغذيها الوظيفة مالتها هي الابدكشن يعني ابتعاد اليد او رفع اليد الابدكشن هذي من وظيفة الدلتويد خليني يجي نقرأ الدلتويد شوية الدلتويد الأورجن مالتها مثل ما اجلنا من الانفيرير اج of spine of the scapula من اللاتيرال مارجن of the acromion ومن الأنتيرير بوردر of لاتيرال وان ثيرت of clavicle هذا هو الأورجن مالتها الانسرشن الدلتويد تيوبروسيتي of humerus على اسمها هي اسمها دلتويد الانسرشن بالدلتويد تيوبروسيتي of humerus النيرف اللي يغذيها اسمها axillary nerve ووظيفتها الميجر ابدكتور أغلبية يبدأ بمحvens العضلة إلى الأ curricular الإصلاء في Entheterior Fibreuse فهي سنضばいtamadチ 그다음 Posterior Fibreuse فهي س щدين بالإلعام قائد allegedIR إصلاء حويلة الر Agrيزة وقتبل تطورت الأ continuing فهي سحويلة التxicاراق إذا اشتغلت الهاجئة سيكون تقريباً أقوى عضلتين بالأبرلم وأصعب عضلتين كملناهم اللي هما الترابيزيوس والدلتويد ما يحتاج لهم حفظ يحتاج فقط ترجع للصورة وتشوف الأورجين والإنسيرشن والأكشن حسب الإنسيرشن ما للعضلة الأورجين هو اللي يسحب الإنسيرشن وعلى هذا الأساس تحدث الحركة أيضاً الأكشن موضح هنا وضحنا نجي الآن عضلة التيريس ميجر هذه هي عضلة التيريس ميجر وهنا الأورجين ولا الإنسيرشن راح نعرف الأورجين ما العضلة التيريس ميجر ده يجيني منا هنا أباوع بوستيرير رفيو لأن هنا أشوف العمود الفقري هناك الأضلاع صايرات قدام فهذا بوستيرير رفيو ده أباوع الشخص من الخلف فالأورجين مالتها ده يجي منا هذا المكان شنسميه هذا هي السكابيولة هذا المكان نسميه البوستيرير سيرفس أوف سكابيولة تحديداً من الانفيرير أنجل فإذن التيريس ميجر الأورجين مالتها من البوستيرير سيرفس أوف انفيرير أنجل أوف سكابيولة تحديدا من ال posterior surface اللي هو السطح الخلفي مع ال inferior angle زيوسفليdan of scapular نساو trailer بالmedial lip of bisexual temporal بالmedial lip of bicepal corridor اللي لا يعرف شنو المحاضرة geschafft راح يقومogene موضح شنو هي الميديال قال Wing of bicepital Growth التريسuz راح يغذيها Along أو الانفيرير سبسكابيولير نيرف مثل ما قلنا التريس ميجر رح يغذيها اللار أو الانفيرير سبسكابيولير نيرف ووظيفتها هي الميديا روتيشن والإكستانشن of arm at the glenohumeral joint فمثل ما اتفقنا أن التريس ميجر رح تسوي لنا ميديا روتيشن والإكستانشن للarm at the glenohumeral joint خلينا usageυχ jump on التريس ميجر التريس ميجر تجيني من البوستيريار سيرفس Of inferior angle of the scapula سوي الانسيرشن بالmedial lip Of the intertubercular sulcus والنيرف اللي غذيها inferior subscapular ومثل ما قلنا تسوي Medial rotation وextension للشولدر جوينت خلي نرجع للصورة اللي توضحنا الوريجن والانسيرشن مع العضلة التيريس ميجر إذا نشوف هنا هذا البوستيريار سيرفس ما اللي يمرس هذا هي الانفيريار أنجل فهنان هي التيريس ميجر مصل هذا هو الوريجن مع التيميل البوستيريار سيرفسس of inferior angle of the scapula تسوي لي انسيرشن بليهيومرس بس مو منا من قدام من الانتيريار الفيولي الميديال لب واللاترال لب ما للانتيريوبركولار sulcus صارات انتيريار لي فنشوفهم على هذه الصورة هنان هو هذا هو الهيومرس لنشوف هنا تلف نقاط زرق خلي نوضح ملاحظة هذي تلف نقاط زرق شنو هي هذي نسميها الميديال لب have intertuber coulors sulcus هذي الفلور of intertuber bra calves وهذه هي for lateral lip of enter tuber c elsewhere الل collateral لب من المحاضرة السابقه قلنا اللي سوي لي انسيرشن عليها هي ран عليها parl ours والذي يسوي انسيرشن على teral lip هي 端 lives اللي يسوي اللي تذي anche في الاحضل اسمها لاتيسماد دور سي ان شاء الله بهذه المحاضرة عضلت لاتيسماد تسوي الانسرشن الان في الفلور أو اسمه الثاني والتي تسوي الانسرشن بالمديا اللب هي التريس ميجر مصر تسوي الانسرشن بالمديا فإذن المديا اللب تريس ميجر الفلور لا تسمع سدورساي واللاترال اللب البكتوراليس ميجر هذا هو هاي الصورة وضحت انه الانسرشن والاتلاف عضلات بساطة فتشوف اشتوان ده نحفظ على الرسم فإذن التشريح ينقري على الرسم ما ينقري على أشياء أخرى ما ينقري على حفظ ودرخ ما ينقري أنه أكتب تشريح لا أقرأ على صورة أفهم الصورة وأرجع أقرأ الكلام اللي مكتوب عليها هذه الطريقة ينقري التشريح بعد ما خلصنا 3 عضلات وعرفنا كل عضلة origin والinsertion والnerv supply والaction راح نجي نعرف 3 عضلات أخرى مرة وحدة شون 3 عضلات مرة وحدة راح نعرف عضلة elevator scapula والromboid minor والromboid major يعني كل عضلة لازم نعرف عليها أربع معلومات وهم 3 عضلات فلازم نعرف 12 معلومة يعني لازم نعرف origin وinsertion وnerv supply وaction لكل عضلة فلازم نعرف 12 معلومة صعب علي أنطيك وصعب عليك أنه أنت تحفظ 12 معلومة بلحظات فرح أشرح لتلف عضلات سوية لأنهم متشابهين بكل شي رح أشرحهم سوى حتى نسهل حفظهم أول معلومة أنه نيرف اللي يغذيهم ذولة ثلاثتهم elevator scapula والromboid minor والromboid major اسمه dorsal scapular nerf فإذا اختصرنا النيرف supply مال 3 عضلات معلومة واحدة أنه النيرف اللي يغذيهم ثلاثتهم اسمه dorsal scapular nerf أيضاً الوظيفة مالتهم الaction مالتهم نفس الشي كليتهم يسووا لي elevation للسكابيولة يسووا لي elevation للسكابيولة الرومبويد ويال elevation يسووا لي retraction الرومبويد عضلة الرومبويد minor والromboid major يسووا لي wheel elevation retraction عما اللي فيتور السكابيولة تسووا لي فقط elevation فهسا عرفنا اش كم معلومة عرفنا معلومتين اللي هم النيرف سبلايما كل ذولة لثلاث عضلات وعرفنا الaction مالذولة لثلاث عضلات أيضاً اللي هو elevation ثلاثتهم والرومبويد إضافة إلى elevation تسووا لي retraction للسكابيولة بقى origin والinsertion خلي نحكي على origin الorigin مالذولة لثلاث عضلات ثلاثتهم رح يجيني من العمود الفقري منياً تحديداً اللي فيتورس كابيولة بما أنها صايرة أعلى وحدة بيهم أكثر وحدة سوبرير فرح تجيني من السيوان لحد سي فور من الفقرة العنقية الأولى للفقرة العنقية الرابعة تحديداً من ال transfer process من البروز المستعرض اللي طالع على الجانب اللي ذكرته من شرحة البرتبرا الكولوم فالليفيتر سكابيولة رح تجيني من الترانسفيرس بروسس الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة الفقرات العنقية يعني من سيوان سي مختصر لسيرفايكل فمن سيوان إلى سي فور فرتبرا فإذاً من الفقرة العنقية الأولى للفقرة العنقية الرابعة تحديداً من الترانسفيرس بروسس هذه هي اللي فيتر سكابيولة الرومبويد ماينر رح تجي هذه هي الرومبويد ماينر رح تاخذ من أيضاً من الفقرات تحديداً من السي سابعة اللي هي الفقرة العنقية السابعة ومن الفقرة الصدرية الأولى رح تاخذ من فقرتين لأن هي صغيرة رومبويد ماينر فرح تاخذ من الفقرة العنقية السابعة والفقرة الصدرية الأولى يعني C7 و T1 تحديداً أمنياً مو من الترانسفيرس بروسس رح تأخذ من السباينس بروسس من البروز اللي راجع للخلف واللي نقدر نحسه على ظهرنا هذا نسميه السباينس بروسسس رح تأخذ من عنده الرومبويد ماينر سيئاً الرومبويد ماينر رح تأخذنه رح تكمل هنانا وصلت للT1 فهنانا رح تأخذ من T2 ومن T3 ومن T4 ومن T5 يعني من T2 لحد T5 يعني من الفقرة الصدرية الثانية لحد الفقرة الصدرية الخامسة من السباينس بروسس هذا هو الورجين والرومبويد ماينر فإذا مثل ما شفنا الورجين اختصرته على هذا الرسم اللي فيتورس كابيولا من الفقرات العنقية الأربعة الأولى تحديداً من الترانسفيرس بروسس الرومبويد ماينر تأخذ من الفقرة العنقية السابعة والفقرة الصدرية الأولى تحديداً من السباينس بروسس الرومبويد ماينر تاخذ من الفقرة الصدرية الثانية لحد الفقرة الصدرية الخامسة تحديدا أيضا من ال Spinal Process وين راح يسووا لي Insertion ده نشوف ده يسووا لي Insertion ثلاثة هاي واحدة هاي ثنين هاي ثلاثة ده يسووا لي Insertion على ال Scabula وين على ال Scabula على Posterior Surface وعلى Medial Border هذا هو Medial Border وهذا هو Posterior Surface فيذن من نجي نقول ال Insertion ما لتهم نقول على Posterior Surface of Medial Border هاي أول أربع كلمات ثابتة بالثلاثة عضلات ثلاثة هم ده يسووا لي Insertion بال Posterior Surface و بال Medial Border العضلة اللي فيتروس كابيولة من السوبرير أنجل لحد ال Spine تقريبا هاي الصورة متوضحها بصورة دقيقة خلي أشوفك ال Insertion على صورة أخرى أدق هذه الصورة مثل ما قلنا هذه هي اللي فيتروس كابيولة على Posterior Surface ما ال Medial Border ما الاسكابيولة تحديدا من السوبرير أنجل لحد ال Spine of Scabula اللي تسوي لي Insertion مقابل ال Spine of the Scabula هذي منية هذي الرومبويد ماينور اللي تسوي لي Insertion تحت ال Spine of the Scabula يعني من ال Spine of the Scabula لل Inferior أنجل هذي هي الرومبويد مايجر بعد ما خلصنا ذول الثلاث عضلات خلي نيجي نقرأ عليهم اللي فيتروس كابيولة اللي فيتروس كابيولة الأوريجين ما ليتهم من ال Transverse Process of C1 إلى C4 Fertebra مثل ما قلنا تسوي الإنسيرشين بال Posterior Surface of Medial Border of Scabula من السوبرير أنجل لحد ال Spine of the Scabula النيرف اللي يغذيها مثل ما قلنا تلازتهم يغذيهم الدorsal Scabular Nerf والسوي الإليفايشي للسكابيولة الرومبويد ماينور قلنا تجينا من ال Spine of the Scabula ما للفقرة العنقية السابعة والفقرة الصدرية الأولى C7 and T1 Vertebra تسوي الإنسيرشين بال Posterior Surface of Medial Border of Scabula مقابل ال Spine of the Scabula opposite the Spine of the Scabula يغذيها مثل ما قلنا دorsal Scabular Nerf تسوي الإليفايشن إضافة إلى Retraction of the Scabula الرومبويد ماينور أيضا تجينا من ال Spine of the Scabula ما للفقرة الصدرية الثانية إلى الفقرة الصدرية الخامسة تسوي الإنسيرشين بال Posterior Surface of Medial Border of Scabula من ال Spine of the Scabula لحت ال Inferior Angle من ال Spine of the Scabula لحت ال Inferior Angle يغذيها دorsal Scabular Nerf والأكشن مالتها هو Elevation إضافة إلى Retraction للسكابولة هذا هو خلصنا ثلاث عضلات بصورة وحدة شرحنا عليها العضلات خلي نرجع على الصورة ما للسكيلوتون أوف أبرلم نوضع عليها ال Inferior Angle تنطبع ببالك بعد ما تنساها دنشوف هذا هو Posterior Surface دنشوف هذا الخط وهذا الخط وهذا الخط هذا هو يمثل هذا الخط الأزرق يمثل ال Inferior Angle This is the 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 Inferior Angle مثل ما ذكرنا وهذا هو The Inferior Angle بالPosterior Surface على Medial Border من السكابولة من السبيرير أنجل لحد الأسباين اللي مقابل الأسباين هي الرومبويد ماينر واللي من السباين للإنفيرير أنجل هذي هي الرومبويد ميجر هيتشي ينقري التشريح أكرر ينقري التشريح على الصور مدرخ بقتلي عضلة واحدة وأخلص محاضرة اليوم اللي هي عضلة اللاتسماس دورساي هذه هي عضلة اللاتسماس دورساي هذه هي شكلها طبعا أيضا عندها origin very wide origin origin واسع ولكن الإنسيرشن ذكرته قبل شوية اللي ذكره قلنا بالفلور ما للبيسيبيتل غروف الإنسيرشن مالتها إذا تروح تسوي إنسيرشن بالفلور ما للبيسيبيتل غروف أما الإنسيرشن مالتها فقلنا واسع بنيا تاخذ اللي origin تاخذ origin من lower 6 thoracic vertebra يعني شنو؟ يعني من الفقرات الصدرية الستة الأخيرة يعني من T7 للT11 تاخذ من عندهم يعني تاخذ origin من الفقرات الصدرية وتاخذ origin من Lumber vertebra من ال أ tiver ترجمة نانسي قنقر 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 وراح يصير بيهم تمسه الانسي قنقر الانسي قنقر تraft準備 نانسي قنقر نكون شرحنا بيها سبع عضلات من عضلات الاسكابيولر ريجين باقينا مثل ما قلنا أربع عضلات راح نشرحهم بالمحاضرة القادمة ان شاء الله هذول العضلات اللي حش cola هم اليوم مطلوب من عندك تعرف عنهم الوريجين والانسيش والنفسيرش والعجين والنسمي ترجمة نانسي قنقر اللي هي posterior view تراجع بيها فقط العضلات اللي ذكرناها اليوم اللي هم ذولة الثلاثة اللي فيتورت كابيولا رومبويد ماينر رومبويد ميجر واللاتيسماس دورساي التيريس ميجر والعضلات اللي هنا واضحين اللي هم التيريس ميجر لاتيسماس دورساي بكتورالس ميجر فقط ذولة باقي التأشيرات ما مطلوبين من عندك من ناخذهم راح نحكيهم فقط العضلات اللي حكيناهم أيضا الدلتويد مصل والترابيزيس مصل أيضا مطلوبين من عندك الترابيزيس والدلتويد اللي نحكيناهم اليوم باقي العضلات اللي ما حكيناهم من نشرحهم راح ناخذهم هايذي الصورة راح تتكرر معانا كثيرا مثل ما قلنا الأحمر يمثل الأوريجن والأزرق يمثل الإنسيرشن هذي ملخص لمحاضراتنا اليوم لازم تعرف الأوريجن والإنسيرشن والنيرف سبلاي والأكشن ما لكل عضلة اللي راح تنسئل بيهم هواي بالأمسي كيو وهم أهم شيء بهذا الموضوع أنه نعرف كل عضلة الأوريجن والإنسيرشن والنيرف سبلاي والأكشن ما لاته هذا كل ما يخص محاضراتنا لهذا اليوم ننطي مثال شنون تجي الأمسي كيوات على هذه المحاضرة مثلا يقول لك which of the following nerve سبلاي the deltoid muscle which of the following nerve يا هي من هذه النيرفات يغذين عضلة الدلتويد مصل يذكر لك ثراكو دورسل نيرف أكزيلاري نيرف lateral pectoral nerve subclavius nerve يذكر لك أربعة نيرف وانت تختار النيرف الصح انت المفروض تعرف أنه الدلتويد مصل يغذيها الأكزيلاري نيرف أيضا مثلا يقول لك which of the following muscle inserts in the floor of bicepital groove تسوي insertion بالفلور مع البicepital groove أيضا ينطيك teres major pectoralis major لا تسمى دورساي وينطيك عضلة أخرى انت لازم تعرف العضلة اللي تسوي insertion بالفلور مع البicepital groove هي عضلة لا تسمى دورساي أيضا قد يسأل عن medial lip من يسوي insertion بالmedial lip تجاوبة teres major من يسوي insertion بالlateral lip البكتراليس major قد يسأل أيضا عن يا عضلة تاخذ origin من آخر 3 إلى 4 عضلاع فأنت تجاوب لا تسمى دورساي فيا عضلة تسوي elevation أو يقول لك كل العضلات اللي رح أذكرها إليك تسوي elevation except ما عدا فإحنا عرفنا اليوم الرومبويد major والرومبويد minor والليفيتر اسكابيولة ليفيتر اسكابيولة مصل يسوي لي elevation أيضا عضلة الترابيزيوس الأبر فايبرس مالتها هي الpowerful elevator أقوى elevator هو الأبر فايبرس مال عضلة الترابيزيوس فذني الأربع عضلات يسوي لي elevator elevation للسكابيولة عكسهم أو أي عضلة يذكرها غيرهم ما رح تسوي elevation فلازم تقرأ بتركيز تلخص الموضوع حاول تكتبوا الأشياء اللي أنا ما أذكرها حتى إن شاء الله تاخذ الامتياز بالتشريح لهنا تكون خلصة محاضرتنا إن شاء الله نلتقي بالمحاضرات قادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر